السلام عليكم اليوم نتعرف على المحطة السيكاك الحديدية تأسيدي العجال التي تقع بولاية تيسم سيد على خط السيكاك الحديدية على هضاب العليا والتي انتهت الأشغال بها نهائيا يعني 100% شوفوا هنا يا الشكل رائع التصميم رائع تبقى قضية لازم تكون فيها تنمية تطوير البون التحتية بهذا الشكل يعني في هذه المناطق يعني على هضاب على طول السيكاك الحديدية طول الخط السيكاك الحديدية وكذلك لازم تصور جديد بالنسبة لتكلم على كلامين بتجه المسؤولين على السيكاك الحديدية في الجزائر انه المحطات هذه لازم تكون محطات فيها يعني مرافق يعني فنادق محلات تجارية كما يتندر في كل انحاء العالم لان المحطة محطة الناس تتلاقا في المحطة الناس تتجوز على المحطة يعني فيها الناس تنتظر تجي تنتظر مسافر تقضي وقت تجي تقضي وقت معين ساعة نصف ساعة ساعة ساعتين بعض الاحيان بعض الاحيان انسان يحتاج الى مكان يبات فيه القرب من المحطة اذا لازم تكون فيها حياة لازم تكون فيها حياة تكون فيها نشاطات كما في اي المحطات في اي دول العالم تلقى 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 كافيتيريا ليس كافيتيريا بالنوع هذا اللي ديره في الناس في كوندوار ووزوج كلاسة لا يكون فيها محلات تكون فيها فضاءات لازم اه الشركة التحسيكية الحديدية تستثمر في هذه الفضاءات باش تزيد المداخل تدير فضاءات تجارية وتكريها لشركات اخرى خاصة المحطات الرئيسية الكبار اللي قرب المتجمعات السكانية لازم تكون المحطات تلك فيها اه يعني مرافق تكون لي اه يحتاجها المسافر اه اذا يكتر المم حتى اللي يقضى الانسان يقضي وقت فيها اه للفضاء الجامل عندها فضاء مواسع وجامل وكذا يقضى الانسان يروح يشلق قهوة ما ويعلى الجبيدون لما يروح يسافر لازم تكون محطات هذه اه تكون على شكل اه اه يعني فضاءات تكون عندها مساحات تجارية اه واسعة اه يعني موفرة للمسافر وللزائر اذا نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة